شكيب الغرب وحتى العالم الشرقي دلوقتي أصبح العقل عنده مهم جدا أنك تقنعني وكتير من الأوقات بيبقى فيها أسئلة في ديننا ما عندناش إحنا الإجابات العقلية عليها ممكن يبقى عنده بعض الآيات أو بعض الأحاديث اللي بيستقبلها اللي عنده يقين أوف ربنا فلما ربنا يقول خلاص نصدق حتى لو مش فاهم بس مش كل الناس كده فصاحبنا شكيب أتمنى أكون بقرأ الاسم صح يعني مش عارف يرد على بعض الناس خليني الأول أقول لك يا صديقي مش معنى أن انت مش عارف ترد إن ما فيش رد بعضنا يتسائل سؤال في الدين في شبهة من الشبهات اللي بتبقى في عقل أو في قلب بعض المسلمين اللي عايزين يعرفوا أو بعض غير المسلمين اللي عايزين يعرفوا أو بيشككوا في الدين الإسلامي فلما أنا معرفش رد أفتكر إن ما فيش رد عدم وجود المعلومة عندي مش معناها إن المعلومة مش موجودة زي واحد مثلا مزرش الكعبة مش معناها إن الكعبة مش موجودة كل الشبهات اللي بيلقيها بعض الناس أو بلاش يلقيها اللي بيتساءل عنها بعضنا اترد عليها في كتب أهل العلم فأنا عايز الأول أطمنك أن الحاجات دي كلها عليها رد فأنا طالب من حضرتك أنك أنت أولا تبدأ تتعلم علم شرعي وبالذات اللي بيدور على الشبهات محتاج أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها رد على تساؤلات كتير جدا عن طريق حياة النبي عليه الصلاة والسلام وتبدأ تقرأ تفسير بسيط للقرآن زي مثلا تفسير الجلالين وتدور على كتب عن الشبهات ودي موجودة في كل المكتبات كتب عن الشبهات تقرأ فيها كده بحيث يبقى عندك مبادل علوم مش عشان ترد الأول عشان تطمن أنت نفسك أنك مش معنا أنك أنت حسد بالعجز أن يا ربي دا دينا في حاجات غريبة فتبدأ أنت نفسك تشك فربنا ياخد بأيدينا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بسيط زي تفسير الجلالين وبعض كتب الشبهات إن شاء الله إما تطلبها من أصدقائك اللي في الوطن العربي أو تدور عليها عندك وأنا متأكد أن الجالية العربية والإسلامية في كندا عندها كتب بالإنجليزي لأن طبعا الدعوة برة مبنية برضو على العقلانيات شوي فهتلاقي كتب كتير كده اسألوا ربنا يتقبل منك إن شاء الله